رجعنا لحضراتكم مع سلام الصبر ليه سلام الصبر؟ لأن احنا مش شايفين اللي جاي صعب لكن شايفين اللي جاي رائع لابد أن احنا نصمد ونتحمل الأنوار اللي فيه احنا بنصبر عشان الأنوار الشديدة العظيمة اللي عتكون تفيض علينا بعد رمضان وعشان كده كان معانا قصة مهمة جداً جداً حضرة النبي بيعلم الصعابة فيها ازاي وجه الصعوبات وازاي يفضلوا عندهم رسوخ وصمود أمام كل المشكلات سيدنا خباب بن قرد بيقول شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردته بردتاً له في ظل الكعبة طب في ظل الكعبة ليه؟ عشان ما حد يش يقول ده مستخبي لا ده قاعد بينتظر القوم يقابلهم ومتعرضه عشان يقابل الناس اللي جايين يسألوا على الدعوة فهو حضرة النبي متعرض زي زي باقي الصحابة للمخاطر فقلنا ألا تستنصروا لنا؟ ألا تدعوا لنا؟ فقال قد كان من كان قبلكم يأخذ الرجل فيحفروا له في الأرض فيجعلوا فيها فيجاءوا بالمنشار فيوضعوا على رأسه فيجعلوا نصفين الرجل يتقسم نصين وبعدين يحصل إيه؟ ويمشطوا بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظم المنظر صعب جداً 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 ده بليه حضرت النبي بقولوا كده للصحابة بيقولهم مش عشان يقولهم أنتو مش جمدين لكن بيقولهم ماذا؟ بيقولهم أن في حاجات جواكم في قلوبكم معنى في قلوبكم ممكن يخليكم تتحملوا كل ده زي ما الناس اللي قبلوكم تتحملوا أنتو قادرين تتحملوا ده فحدث النبي يكمل معهم الكلام ويقول له فما يصده ذلك عن دينه والله شوف البشرى بقى أن أنتو قادرين واتوصلوا أنتو مش هيوصل حد تاني أنتو فيكم معنى الصبر ده يخرك فيكم أحسن ما فيكم والله ليتمنا الله هذا الأمر حتى يسير الراكب حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على الغنم ولكنكم تستعجلون هيطلع نور من قلوبكم واتصبروا واتتمسكوا وترسخوا ويتحقق فيهم قوله تعالى يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت هتثبتوا وتصبروا وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بشر الصبرين وقال عنهم إنما يوفى الصبرون أجرهم بغير حساب فهتخاف لي ما هو ربنا سبحانه وتعالى بشرك بفضل وكرم وكفية أن الله سبحانه وتعالى قال والله يحب الصبرين أنا يا ربنا يحبني لو صبرت الله على دي عطيه عشان كده حضرت النبي علمنا كمان وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر الله وده ليه وده إنه الصبر دوت هو اللي بيخلي الأنوار تتضاعف ويخلي الواحد يستمر مش احنا شايفين إن مولانا سبحانه وتعالى يقول حضرت النبي يقول عن مولانا أحب العمل إن الله أدوامه وإن قل اتديمون مش هتيجة غير بالصبر وعشان كده ده اللي فهمه أهل الحكمة وأهل الله فصغوه في جملة بديعة بنقولها دايما بنقول ايه الصبرين بخير يعني الصبرين في سعة الصبرين في ترقي ومش هتقدر تعيش بسلام الصبر إلا لما تخليك مع الله بتدور على الوصل دايما مش الوصول ومش النتيجة وما تتعملش مع الله ومع الله خاصة في الباقي من رمضان على إنه فرصة أخيرة لا فرصة أخيرة ده باب مفتوح ما تعملش معها لإنه فرصة أخيرة عاوز تتحقق فيها أعلى النتائج ولكن تعامل معاه على إنه لقاء فإذا خرقت منه فبكيت على اللقاء فأنت ما زلت تبكي على لقاء الحبيب وأنت بين يدي الحبيب ترجمة نانسي قنقر